يتجدد الرفض والاستنكار الجزائري الرسمي مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلية تعبر الخارجية الجزائرية عن تنديدها الشديد للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بمخيم جنين وتدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل سريعا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني البيان هذه المرة جاء شديد اللهجة وأيضا مرفوق بطلب كبير جدا وهو على المجتمع الدولي أن يتحرك في كل مكان بمؤسساته سواء المجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية في الأهايل التي اختصاصها محاسبة المجرمين لأن هذا الكيان اليوم عندما سكت عليه المجتمع الدولي زاد في طغيانه وزاد في جرائمه بحيث اليوم أصبحنا نرى هذا العالم يكيل بمكالين يبكي على شعب ولا يبكي على شعب وأمام حالة المبالات الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في إمعاني السلطة القائمة بالاحتلال في جرائمها وتحديها السافر لكافة القوانين والشرائع الدولية تدعو الجزائر مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم يومية جيش مكلل بالأسلحة يدخل إلى مخيمات اللاجئين ويدخل إلى البيوت التي يوجد بها أطفال ونساء ويقوم بالقتل والإمعان ويقوم بتفجير البيوت ويقوم بإلقاء السواريخ وعلى مرأة ونظر من العالم أجمع ولكن لا يحركون ساكنا لا نحن نطالب الأمم المتحدة أن تقوم بدورها الحقيقي في هذا العمل حتى في هذا الأمر وتصدر أي شيء يوقف هذا الجيش الذي لا أظنه لا يرى العالم أمامه وتحذر الجزائر من استمرار هذا الصمت الدولي والأممي الذي زاد من غطرصة الاحتلال وبات يهدد الفلسطينيين ومقدساتهم وهو الأمر الذي ينذر بتدهور الوضع أكثر ويزيد من تقويض عملية السلام في المنطقة موقف حازم من الجزائر حيال تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لم يتوقف عند مجرد التنديد بقدر دعوته إلى تحرك دولي فوري عاجل يضع حدا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال تحت ذرائع وهي يسن لك على تلفزيون فلسطين الجزائر